في الحلقة رقم 1 فتحنا الكارتونة الخاصة بشاشة اليوتي 8000 وعملنا شرح تفصيلي ازاي تنزل كل القنوات على رصيفر الداخلي المدمج جوا الشاشة هساب لك الحلقة دي في اول تعليق مصبت وكذلك في سندوق الوصف الحلقة رقم 2 في مدموع من التعليقات كنت لازم اعمل فيديو شرح تفصيلي السؤال الاولاني سعر الشاشة بالجني المصري في LG ونفترض في كرفور في بيتك في هايبر هل في اختلاف ولا لا السؤال الثاني اشتري شاشة اليوتي 8000 ولا اليو ار 78 السؤال الثالث التغضب بتاع الشاشة 50 هيرتز 60 هيرتز 120 هيرتز اللي هو رفريش ريت ثلاثة الحركة وهل ينفع اوصل الشاشة ببلاستيشن 5 ولا لا السؤال الرابع في مجموعة من القنوات موجودة على رصيفر الداخلي انا مش محتاجها ازاي اعمل ازالة للتغضد ازاي اقفل القناة احزف القناة من الروسيفر الداخلي في شاشة LG السؤال الخامس القناة رقم واحد القناة رقم اثنين بعد القناة رقم اثنين بيجيبلي القناة رقم اربعة بعد اربعة بيجيبني سبعة ازاي ارتب القناة في الروسيفر الداخلي لشاشة LG اعمل ملف قناة جاهز وانسخ ملف القناة على فلاشة في حين اي حد من اخواتي اي حد من اصدقائي هتدي له فلاشة وينزل القناة مش محتاج يعمل توليف من جديد في حلقة النهاردة مهمة جدا فلو يهمك الفيديو خليك معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مجدى عبدالغفار يا رب دائما تكونوا بخير في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتمنى من كل الناس اللي عندي في القناة لو عندك اي صفصف بخصوص شاشة الجي شاشة سامسونج شاشة شرب وبرمج الهاتف اكتبلي في التعليقات وان شاء الله هارض عليك عشان تعليق ولا لازم انا بسجله عندي وبعمل بي فيديو وبنزل على القناة فدورك بعد اشترك في القناة وطفع الجراز على كل عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار الفيديو اللي جاي يلا بنا نخش على الشرح العملي ما تستاش تعمل لايك الفيديو السؤال الاولاني سعر الشاشة بالجنون المصري في الجي 40 ألف جنيه مصري فهايبروان ب 32 ألف جنيه فرق 8000 جنيه انا اجيب تعملين منهايبروان لف كتير لف على قد ما تقدر عشان خاطر تختار افضل سعر هتلاقي في امكان بتاع من عروض هتقولي دي فرزة تاني فرزة تارت مفيش الكلام ده الفكرة كلها في امكان بتاع من عروض فانت ابحس ودور على افضل مكان بيكون السعر ابسط من اي مكان تاني السؤال التاني اشتري موديل اليو تي 8000 ولا اليو ار 78 اركز معي اليو ار موديل 20 23 اليو تي 20 24 في اختلاف اليو تي البرسيسور بيكون الالفة 5 جينيريشن 7 هيكون في تحديث في الصوت والصورة معالجة الصوت والصورة هتكون افضل بكتير من 20 23 الالوان هتكون مختلفة تماما الصوت نفسه نسبة البيز او نفترض قوة الصوت مقاء الصوت ضخامة الصوت هتروح لليو تي 8000 غير كده كمان البرسيسور هيكون افضل طيب التحديث السوفتوير الويب اس معاك خمس سنين اللي قدام كل السنة هيكون فيه تحديث هينزل على الشاشة تحديث للشاشة نفسه في حين مش هتحتاج تشتري شاشة في 20 25 معاك لحد 20 28 فاليو تي 8000 افضل من اليو ار غير كده كمان بلت ان كوروم كاست عندك تليفون جهاز كمبيوتر لابتوب تقدر تعرض الحاجة اللي موجودة على التليفون او اللابتوب او جهاز الكمبيوتر على الشاشة من خلال الكوروم كاست من خلال الواي فاي التفضل بتاع الشاشة 60 هرتز عدد المدخلات 3 HDMI 2.1 او 2.0 فلو انت عندك بلاي ستيشن انت محتاج اول حاجة يكون في مدخل HDMI 2.1 ودي مش موجودة في الشاشة الحاجة التانية اقل حاجة لازم يكون ثلاثة الحركة او 120 هرتز انت عندك انا 60 هرتز فهيكون في لاج وفي بطء لو انت تلعب بلاي ستيشن 5 على شاشة او نفترة انت محتاج الفئة اللي هي نفتر مثلا او قفل كنار في ريسيبر الداخلي بيتم ازاي؟ اركز معي علامة الترس في رمود كنترول او الضبط الضغط مع الاستمرار هيعمل معي ريلود فوق في الشمال هتقف على كلمة عام وتدوس اوكي وتحود يمين تختار الكنوات بعد كده هتختار مدير الكنوات هيعمل ريلود بيجيب لك كل الاختيارات دي وعلى فكرة تقدر توصل لمدير الكنوات بالامر الصوتي الامر الصوتي لا يكتسب على التبديل بين الكنوات فقط تقدر تعمل كل حاجة في الشاشة بالامر الصوتي وباللغة العربية العامية هاختار بعد كده تعديل الى كل الكنوات هيجيب لك كل الكنوات الموجودة على رسيبر الداخلي سواء كانت الكنوات الفز راكمي يعني قناة صوت وصورة او قناة راديو نفترض انا عايز اقفل الكنوات دي بعلم صح عليها وبعد كده بختار افل او اضغط على الاحمر في راموز كنترول بيجاب لك اربع اختيارات افل ولا تخطي ولا نقل ولا تعديل ارقام الكنوات هاختار افل هيطلب مني اكتب باسورد هيكون اربع تصفار بعد كده ادوس عليها اوكي وزي ما احنا شايفين القناة اتقفلت وعلامة القفل بقت موجودة عند القناة عايز ارجحها من تاني هعلم صح علي القناة وهدوس على الغاء القفل القناة هتشتغل معي طيب ترتيب القناة ركز معي بعد القناة رقم اربعة القناة رقم تمانية فانت هتعمل ايه؟ هتقف على القناة رقم تمانية وتعلم صح وتختار تعديل ارقام القناة وتمسح تمانية وتكتب خمسة وتدوس علي ارسال هلالقناة بقت رقم خمسة اربعة خمسة هتمشي بالشكل ده تعلم صح تختار تعديل تمسح ده وتكتب ستة ارسال القناة رقم ستة تعلم صح تعديل ارقام القنوات تمسح كل ده وتكتب سبعة ارسال هقفع القناة دي عشان تخطر بس ما ينفعش اعرض اي حاجة عليها حقوق طبعه بالطريقة دي لحد ما تعمل ملف القنوات جاهز وبعد كده هتنسخ القنوات عليها فلاشة بيتم ازاي؟ هطلع بره خالص تضغط مع الاستمرار على الباك او السهم المعكوس نفس الخطوات هدوس على علامة التفس تضغط مع الاستمرار هتوصل فلاشة في الشاشة هتقف على علامة مدوس اوكي وتختار القنوات بعد كده نسخ القنوات زي ما احنا شايفين غير ناشطة مجرد ما توصل الفلاشة في الشاشة هتختار من التلفاز الى يو اس بي كل القنوات اللي انت تعبت فيها ورتبتها هتتنسخ عليها الفلاشة بعد كده هتاخد الفلاشة وتحطها في شاشة تانية تكون نفس الموديل ده اليو تي 8000 وبعد كده هتختار من يو اس بي الى التلفاز من يو اس بي الى ايه التلفاز اللي هي الشاشة التانية اللي هيحصل كل القنوات اللي انت تعبت فيها ورتبتها هتتنقل على إرسيفر الداخلي للشاشة التانية وهيمسح كل القنوات اللي موجودة على الشاشة التانية تمام طيب هنكتفي بعض القدر لو عندك اي سفصل بخصوص شاشة LG شاشة سامسونج شاشة شرب إرسيفر الداش الراوتر وبرامج الهاتف اكتبلي في التعليقات وان شاء الله هردت عليك وهسيب لك دلوقتي في شاشة النهاية فيديوهات اخرى خش تفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته